كلية التقنيات الأحيائية في جامعة النهرين تقيم ندوة علمية حول الفحوصات الوراثية فلسفتها والتحديات والآفاق المستقبلية نظم النشاطات وحدة التعليم المستمر في كلية التقنيات الأحيائية أقامت صباح هذا اليوم ندوة بعنوان الفحوصات الوراثية والتحدياتها ألقاها الزميل الدكتور زيدن صيف وهو من نشاطات المعتمدة والمسجلة والمرفوعة ضمن برنامج ندوتي وهدفت أن أدول الحديث عن فحوصات وراثية جديدة تخدم القطاعات الصحية والطبية وأيضا الزراعية فيما تم التركيز على الفحوصات الوراثية المهمة اتناولنا محاضرة اليوم الفحوصات الوراثية وأهميتها التحديات التي تواجهنا كبيوتكنولوجيست في كيفية إيجاد فحوصات وراثية ممكن أنه تخدم قطاع الصحي والزراعي والطبي ركزنا على جوانب الفحوصات الوراثية لمرض السرطان وأبرز التحديات التي تواجهها ذكرنا بعض الحلول لهذا الموضوع وناقشنا بشكل مسهب التحديات وأيضا ذكرنا الأشياء التي تخص مستقبل هذه الفحوصات وما يمكن أنه يترتب عليها بالمستقبل هذا وأوصت الندوة بأهمية إنشاء مركز خاص بهذه الفحوصات للبلد بتقنيات حديثة متطورة ترجمة نانسي قنقر